أهمية الاحتفال بهذا اليوم والعالم انتبه لأهمية الصحة النفسية من فترة طويلة لكن زاد الانتباه لأهميتها بعد جائحة كورونا وعشان كده المنظمة الصحة العالمية عملوا اجتماع في 2022 وكان فيه مندوبين من حوالي 150 دول وبدأوا يتكلموا على ان الجائحة بينت قد ايه الحالة النفسية لها تأثير ليه بقى انه اكتشفوا ان حوالي 50% من الناس اللي ماتوا باصابات كورونا كانت الحالة النفسية سيئة وبالذات فيه المسنين اللي في الدول الأوروبية وفي أمريكا يعني كان عدد الناس اللي ماتوا من المسنين اللي عايشين لوحدهم وكانوا أغلبهم كانوا بيعانوا من حالات نفسية نتيجة للوحدة والعزلة عن الناس اللي حواليهم فبدأوا يقولوا ايه يقولوا احنا محتاجين ان احنا يعني نوعي كل العالم بأهمية الصحة النفسية انه فيه ناس مش واخدة بالها من الحكاية دي الحاجة التانية ان احنا نعمل اجراءات على الأرض في كل دول العالم علشان نتيح الفرصة للناس انها تتعالج لو اصيبت بالطربات نفسية الحاجة اللي بعد كده قالوا ان احنا نشوف الرعاية اللي بتقدم هل هي رعاية مناسبة وجيدة وبجودة عالية ولا لا ليه لانه اكتشفوا انه الرعاية للمرضى النفسيين في بيوتهم وفوصة أهليهم أفضل بكتير وبتخلي جودة الحياة عندهم أحسن أفضل كتير من الرعاية بالحجز فيه مستشفيات لفترات طويلة وحتى خلاص دلوقتي الاتجاه العالمي ان هم بيفككوا المستشفيات النفسية الكبيرة ويخلوا الاقامات للمرضى النفسيين فترات بسيطة لانه مش عايزين نحد من حرية المريض النفسي انه يبقى قادر يروح ويتحرك بيزود من معاناته كمان اه بالزبط كده في بعض الممارسات اللي كانت بتمارس فيه العلاج كانت بتقيد من حرية المريض وممكن انها تنتهك بعض حقوق وعلشان كده الاعلان السنادي انه الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الانسان حق عالمي بمعنى ايه بمعنى انه العالم كله يضمن هذا الحق يعني لو فيه بلد ما بترعاش حق المريض النفسي المؤسسات الدولية يعني ممكن تخاطب هذا البلد وتقول له والله خد بالك انت محتاج انك تحافظ على هذا يعني العالم كله بيضمن هذا الحق من حقوق الانسان للمريض النفسي والمريض النفسي بالذات ليه لانه المريض النفسي المرض بيخليه في حال الضعف وفيه يعني حكمة قديمة بتقول ايه تقاس حضارة الامم بمدى رعايتها للضعيف فالشخص الضعيف المش قادري ده يدافع عن حقوقه لا بد وان يجد من يحمي هذه الحقوق اقيدا